اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكم مشاهدينا انتم تتبعوا في ديكليك برنامج النجاحات التونسية في برنامجنا كل مرة يجيوا بحذينا ضيوف يحكيو لنا على نجاحاتهم يا اما يحكيو لنا على دي بخوجية عملوهم بدأوهم من سفر بدأو من حتى شيء والقاور بي حمد برك الله عاملين أم بخوجية نجح وإلا فما تظاهرات يقدموها فيها فايدة بينسيو للبلاد وللعباد وإلا زادا نحكيو على اختراعات وباشا باشا حاجات ما بين النجاحات اليوم كيما كنت نحكي فما اختراح له حاضر البحثين اليوم مشكون اللي خدموا خدمتوا بنو تمح لها تحفونا حشي ما شوية قالتلي أما سباب قلت ربي توفي وسط الاميسيون نعملو كيف ونتعرفو مليح على بعضنا وفرحانا برشا باستقبال أميرا الولفلي أهلا وسهلا ومرحبا بك أميرا سلامة مدام سيهيم مرحبا بالشاهدين لكل وشكرا على الاستضافة مرحبا وشكرا على الحضور أميرا أنت قدمت اختراع مهم برشا 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 الاختراع هذية فزت به في الجايزة الأولى في جوهانسبورغ وبنسو قلت ربي إن شاء الله فما أم بخوجية اللي بشي تخدم على هذا الأساس أي برساة نتعرفو قبل ما نحكيو على الاختراع نتعرفو عليك أنت أميرا الولفلي شنو وقريت شنو اللي عملت أنا أميرا الولفلي خارجة المدسة الوطنية المهندسية في تونس مزل كتخارست في جولي 2024 اختصاص هندسة كهربائية طوى طالبة ماجستير في ذكاء الاصطناعي والمachine learning وحقيقة أنا فعلا في المجتمع المدني عندي برشا دي كاسكايت اليوم جي تفنحكي باسم كاسكايت إي تخوزة أسوسياشون إي تخوزة دكو دونك تحس لفات انك تبارتسيب في اللاوية الاسوسياتيف وإلا تكون انت عندك برشا هكا في برشا المجتمع المدني وتنشط برشا هذية يعاونك باش انك توصل للنجاح اللي وصلت له اليوم بطبيعة المجتمع المدني يحل برشا أفاق يعلم برشا مهارات حياتية على خاطر نحنا كما نقوله في الفاكولتين نتعلموا المهارات التكنيك شو هو الحاجات اللي تستحقها تكنولوجي كما وتكنيك كما لكن الحاجة اللي بش تكمل وتوفق هي المجتمع المدني أنا مطوعة فيهل الأحمر التونسي ومطوعة معالي تيغاسي في الإتخوزة تعلمك صفت سكيل تعلم كيفية تكون ها مهارات كي تخرج كيفية تكون مهندس ولا تكون كواكي كيفية تتعامل مع العبيد وهي مهارات حياتية حاجة مهمة جدا والمجتمع المدني هو اللي يحل الفرصة في جوهانسبورغ تم بعضنا حكيوا عليها وفي برشا تظاهرات أخرى يحل فرصة حتى في بعضيك في الشغل ولا حتى بش تحل بخارجين بتاعكم ديجاء دايوغ أنا نشجع ديما حتى ديت معنا كالك بوستقبل ديما نشجع الشباب نقوله بيهي كتنجح في قرائتك وديبلوم بتاعك هذهك حاجة على الجنب لكن كانت تحب بالحق تكون روحكم يلفوك تعطي سيفير يتعاركوا عليك لزانت ربريس كون بالحق فاعل في المجتمع المدني شد دي باس شد دي رسبنسابيلتي وفهم روحك أكثر أبسولوما وإنا نوافقك علخ في الكلام اللي كنت تحكي فيه على خاطر المجتمع المدني يحلك برشا بيبان ويخليك تعمل على نفسك وتكسب أكثر ثقة في روحك شو معناها؟ معناتها روكي تنجم وقتمش يتقدم السيفير متاعك تلقى برشا ناس متميزين مش كين أنتي مش تلقى برشا وماشاء الله على أولادنا رهم ناس قرية ناس ماشاء الله عليهم يهزوا سيفير معبي على خير كستو باش تنجم تتميزوا شنو اللي نجم يا فرق هو إنك تكون تعملت مع ناس قبل وتعرف كيفاش تبيع في أفكارك تعرف كيفاش تعال تعامل في وسط المجموعة كيفاش تنجم تكون معناتها فرد فاعل وإلا قيادي في وسط مجموعة هذين نجم يكونوا يلوجو عليه الرؤساء ندخل تاولي للفكرة متاع المشروع متاعك شنو الاختراع ساعة اللي قدمتو عندو علاقة كبيرة بالمياه وقيمة الماء دونك شنو هو نحكي وعلي بأول سؤال يقول قيل أنا هانسة كهربائية شنو دخل هانسة كهربائية المياه في الحقيقة رأوا الناس سوختو وليد الدومين وحتى العبيد نشوف فيها الآلة دجا هوف تصوروها دجا حاضرة بعض النهو في جوهانس بورك هوني فرحانة تحسك على خبي بالحق كانت تجربة ممتعة ونحكيوا عليها وكانت بالحق يسر علمتني برشا حاجات دونك الهانسة الكهربائية والمياه يقول قيل شنو علاقتهم ببعضهم بعدك كيف تتعمق أكثر طرقة التكنولوجيات الكل مربوطة ببعضها سواء مياه هواء الطاقات المستديمة والطاقات المتجددة وذلك الحاجة اللي أنا ركزت عليها أكثر الطاقات المتجددة مع الهانسة الكهربائية والروبوتات دونك المشروع بدأت من هي مشروع التخرج المتاعي بدأت الفكرة بدأت نعمل في داغوشيخش بدأت من سؤال بدنا نعمل في داغوشيخش على الطاقات المستديمة على الطاقات المتجددة على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الخضرة وبعض جاي السؤال وشنو حال المياه في تونس شنو أحوال هالمياه دي ما نحكيه عن البانو فوتوفولدايك مياه ما تتجبط شيسر الموضوع دونك بدأت نعمل في داغوشيخش تصدمت من عشرة المشاهدين كانت تعرفوا ولا لي لكن نبدأ بانجينيغال في العالم أكثر من 700 مليون إنسان ما عندوش أكسيل الماء أصلا وفما أكثر من زوز مليارات إنسان ما عندوش أكسيل الماء صالح للشرب وتونس 30% من المياه متاعنا غير صالحة للشرب و10% من الأمراض اللي قاعدين نمرضوا منها مسببة المياه قد يشمن إنسان يحل السبيلة بعدما يرجع الماء يلقى الماء يجير مثلا ولا يلقى ماء أصفر وذي نحكي هوني في الشمال خلي عاد في بلايس فما الماء غير صالح للشرب جملة تقاه ريحة ومصخ ويعمل أمراض دوك ونهون يبدأ السؤال شنو أحوال المياه كيفية الناس قادة تتعامل مع المياه الغير صالح للشرب إنسان ما عندوش ما كيفية تتعامل معه دونك بديت نعمل أكثر تعمقت في الغشيخش ربي فاضل زيدا اللي خدمت معها ستاج واللي بخافة متاعي في مدسة وطنية المهادسين بتونس نواجه لهم تحية بدنا نعمل في الغشيخش أكثر عرفنا اللي حسب المنظمة الصحة العالمية WHO اللي أجهزة مراقبة نوعية المياه هي تعمل كجزء أول لتقليل من خطر أو من خطر النجم على المياه الغير صالحة للشرب دوك إنا البروجيه متاعي ينقسم على دو فاز الفاز دولة هي مراقبة نوعية المياه دوك إنا ساعر حب نعرف المياه متاعي كيفية شنوالي فيه شنوالي بارامتر العوامل نحكي عليهم أكثر والفاز الثانية هي بعديكة تنقية متاع المياه دوك بداية الفكرة من اللول بدي خدمنا على خمسة عوامل العامل الأول هو البياش هو معدل الحموضة في الماء مختر يسر معدل الحموضة تدريش برب يلقيتوه؟ المعادل الحموضة في الماء السابيلا متاعاتون يختلف من جهة إلى جهة لكن مثلا نحكي في بنعروس أين وين أين ساكنة ساعات يكون يوصل حتى ثمانية فاصل تسعة وتسعة لهو بازيك يعني وهي حاجة مخترة شوية حسب الو اي اي او لازم بي ايت شيكون ما بين سبتة ونصف وثمانية ونصف شيكون صالح للشراب فما بلايس فيها المياه صالح للشراب لكن فما بلايس ليه المعامل الثاني اللي خدمت عليه هو الشوائب اللي موجودة في الماء اللي هو تدريس ومالشوائب اللي احنا نعرف الكندوكتيفيته دولو اسكو عالية ولا ليه كل ما تكون عالية كون ما يكون الماء مصخ أكثر وفيه شوائب أكثر ومختر أكثر العامل الثالث هو نقاوة الماء كراه اينا الماء اسكو اللون متاعو اللون تخون تخون سمتاع الماء ولا ليه العامل الثالث هو التمبراتور كما نعرفوا اللي الماء يعيش فيه برشة بكتيريا وكنما التمبراتور تعلق كلما البكتيريا دي كتتكيثر دوك خدمنا على الحرارة واخر عامل هو اللي قاعدة نخدم على التوه هو عامل كيميائي هو أنواع عمطة بكتيريا قاعدين نلقطو فيهم خصوصا اللي المشروع هيدا نحب نطبقه في بعض الأحياء وبعض القرى في أفريقيا وما عندهم برشة الأمراض المتعلقة بالماء الملوث كما الإيبولا مثلا المتعلق بالماء الملوث قاعدين نعمل في التكتير متاع البكتيريا والفيروس هذه وكيف نقاول حال دوك إذن الباختلولة متاع البروجي متاع البروجي والغوشيخش اللي هما كيمياتج مترع وذوم هما الكابتور اللي أنا قاعدة نحكي لكم عليهم دوك لأينا لحقيقة جبت البروتوتيب موش نخدمه خاطر ياخذ شوية وقت لكن حبيت نوريه اللي هو ساعة خفيف اللي هو يجب يتركه في أي دار خاطر أنا استعملته بشي تركه في أي دار دوك سهل وحتى هو دجا أي وين يتحط سامحني هذا يتحط بحضة منجلة الماء وإلا يتحط في السال دوبان وإلا يتحط في الكوجينا اللي فيها نستحقه الماء دك هذه اللوليني الباختي متاع الهاردوير المتريال اللي استعملتو كل الباختي الثينية هي الانتخفاص اللي هي مهمة تتبيع مع المنتج فما انتخفاص أنا طورتها اللي هي تخدم بالذكاء الاصطناعي أنا كايتوليزاتور من مصلحتي نعرف الماء متاعي مش نقعد 24 ساعة بحض الجهاز نشوفها ما لألارم ولا لي عاية ولا لي ما نجمش لحقيقة دوك أنا نحل الانترفاس متاعي انتان غيال اللي العبيد اللي في الدوماني الجميع فهموا اللي أهم حاجة وأصب حاجة في الايوتي اللي هي انتبع الداتا انتان غيال دونك أنا انتان غيال ديني لغغاف الهيستوريك النهار ذيك أنا شوف كيفية الحالة المامتاعي في العوام اللي حكيت لكم عليها نجم نختار في نهار نجم نختار في شهر نجم نختار في عام كامل الحاجة الثانية هي ديرابور أنا كايتوليزاتور من مصلحتي نعرف أنا بذكاء الاصطناعي المامتاعي في النهار ذيك مثلا قدش كان البيئاش متاعه ويعطيني الذكاء الاصطناعي صالح وإلا مش صالح وشنوها الحاجات المناسبة والاستهلاكات الرشيدة اللي نجم نستعملها آخر حاجة هي الأليرت الإزالاغ كأتوليزاتور أنا كي بش نتعامل معاه مش نستكل معناها فهمين شنوها التكنولوجيا ومكش مطالب كمستالك بش تكون فاهم أنت شنوها معناها التكنولوجيا متاع السيستيم لكن أنا نتواصل معك بالألارم فما ألارم تقول لك راهو مثلا فما فالور زيدة أعمل هكا وهكا في الوقت ذي في النهار ذي الحاجة الأخرى اللي أنا خدمت عليها هي الماشين لرنج الماشين لرنج بلغة بسيطة للسيدة للمشاهدين هي البخيدكشون أنا نتوقع من الداتا متاعي نتوقع المين متاعي يجب يكون توا صالح للشراب لكن من الداتا متاعي نجب بعد شهر يكون غير صالح للشراب وإلا ملوف وإلا لي لك هذا باختصار شنو هو المشروع متاعي المشروع من اللول بشيقة يتحط في القرى والمناطق النائية اللي فيها الكاليتي دو خائبة الكاليتي دو غير صالحة للشراب وإلا لي قاعدة تسبب في أمراض هنا المشروع مش بدأ من تونس معلية على النطاق محلي لازم تبدأ من تونس بالطبيعة دجا دراسة بدأت من تونس وشما أهم البلايس اللي بش تفعلوا فيها الواحد هذات أهم البلايس الشمال الغربي وفهم مناطق في الوسط وفهم مناطق في الجنوب داكو هذو ما اللي بش نبدأوا باهم أنا كنت نتصور شمال الغربي المي متاحهم يكون صافي على الأخر على الأخر على خاطر جاي من جبولات وعندهم برشة أبار غادي كوايون دونك بالنسبة لي لوم بتاحهم يكون نظيف ياسر المي اللي من القبار صافي ومنودية لكن المي مبادي كي تعدى في السرقوية في السرقوية يخرج موش مناطق في الجنوب مبادي 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 دونك هذية وفهمناه دونك هوني احنا بش نعصو على الكاليتين متاع المي ونشوفو إن هو أكثر تلوث وين هو اللي يستحق تدخل التدخل تو شنو النجمو نعملو فما سوليوسيون مع تقريد بحسيب شنو اللي بعد مع سيختان مو احنا قاعدين نشوفو هذا كل مش فاللخ نقدمو حلول شنو الحلول دونك هذية كي ما قلت الفاز لولا من البروجي الفاز الثانية ثمانين في المية كاملة دجا هذيك اللي قدمتو اينا في السنوب إفريقيا اللي هي حاسب كل عامل شنو التدخل متاعه مثلا أنا عندي أسيد المي متاعي دونك فما ديتابليت قاعدين نحضروا فيهم ديميني معنى أقراس نحضروا فيهم يتبعوا مع المنتج مش اينا مثلا كيب ده هو أسيد اينا كيفية نردو نوتر وإلا في الحالة العكس بازي كيفية نردو نوتر دونك وفي حالة مثلا التدخل الكيميائي فما البكتيريا اللي قاعدين نحن نعمل عليه في الغشيخ لتسبب الأمراض لحقيقة الغشيخ صارت مش في تونسو مش لحقيقة البكتيريا هذي في أوغندا وفي تنزانيا الغشيخ دونك البكتيريا هذيك فما دويات معينة تتباع كيما ديلي كيد صغار معنى تبيبز صغار هم هوا شغالين ما هم شغالين وهو ما بلحنا مش نوفرهم معنىها كأنتر بخيز كي تتحل وها تتباع مع الانترفاس وتتباع شهريا معنى أنت والحاجة متاع المستهلك اي فهمتك هذي شكون اللي يعاونك فيه ستان تخيبون بروجي فكرييا سربنزلينا وبالحق نهتمو بالكاليتين متاع المي اللي قاعد يوصلنا حاجة كان لازم نو حد يفكر لنا فيها خاطر كل مرة فهم فيش اي تنقاها في سبابنا ما شاء الله ساعتا هو مفهوم متاع المي يقول لك لا طعمة لا لونة لا رائحة له احنا ولينا نشوفهم الثلاثة هذو ما تبرك الله الوين على كل لونية كريمة زاد ورويح ما شاء الله نعملو دي سوليوسيون ونرقاو حلول كيف ما هكي حاجة من زينا برش شكون اللي امن بيك في المشروع كيفاش بديتو هل فما دعم ميدي وفما اي حاطة احكينا على السيركوية ذاير كل كيف بديت شكون اللي بديت معاك هو بديت كما قلت فكرة مشروع تخرج بديت نخدم عليه من فيفري الفين واربع وعشرين ودجا ستنت عليه في جوية الفين واربع وعشرين الاحاطة كانت من الشركة اللي أنا خدمت معاها في البروجي الشركة هذي انتي بش تقدمت لها البروجي من لول قتلها بش نخدم هذي وهي قاتلك فازية أنا هاني معاك وعملنا الغشيخش معنا طول اللام تعالستاج وفما المدسة الوطنية المهندسين بتونس اللي حقيقة عطتني الدعم الكل دايور لانكادران تاعي سيد سامير ساكراني هو اللي دعمني طول اللام تعالب حجي في الغشيخش في البروتوتيب في كل شي استيذي هو نوجه له تحية كبيرة جدا للابوراتوار انت عمدسة الوطنية المهندسين بتونس كانت على ذمتي سواء في التست خاطر كاليبراش صار متعلي كابتور الكل واحد واحد في التست أسيد وباس في الزلسيلوسكوب شرع الكورب مش خدمت حتى طلعت الإزاكواشن خاطر الإزاكواشن هم متاعي أين طلعتم أين بكاليبراشن متعلي كابتور كانوا في المخابر متع الوطنية المهندسين تونس نوك الإحاطة كانت من المدسة الوطنية المهندسين تونس وشركة اللي ختمت فيها الستاج نعش كنجم نذكر الاسم وإلا لي في تلنات أنا ختمت ستاج نواجه تحية سدلونكا درانت متاعي ألاء زلفيني هي اللي عاونتني واللي عاونوك الكل من نحن ليهم يعطيهم ألف مليون صحة على خاطر بالحق لو كان ما فهماش الإحاطة هذية ما فهماش الناس اللي تخاف علينا وتحب معناتها تدزنا القدام ما نوصلوش شوية معناتها من أن نحن واحد يبدأ مخوا هكا محلول وتبارك الله وعندوا ويشد صحيح ويكبش بش يوصل يعمل بروجة يهبل وفهماش كون يمن به كيفما أنت كنت تحكي ويعطيك الدعم اللي لازم تزيد تخو أكثر ثقة في روحك وتواصل يعطيهم صحة لكل خاطر هي كانت فكرة يكون فهمه برشا شك أول ما تبدأ الفكرة نصور حتى الشباب اللي يتفرجوا الكل برشا عندهم أفكار وأفكار أنا قابلت برشا بيننا وأفكار ما شاء الله لكن يقول لك زي ما تنجح زي ما ما تنجح زي ما نلقاش كوني أبن بيا زي ما فهم مخشي كما أفكارك أنت وحنا عنا مشكلة متعمية في تونس معناتها نطلقت من حاجة من بزوار تحت في خط الفقر المائي تونس المو عنا شح في المياه ونصور الأفكار هذي رهي نرمال ما تلقى دعم ديمة القدام حتى لو كان عندكم أفكار مش هي بركة خمم خاتستان بروجي فتور ما هوش متعتوى بركة رهو على قدام ما زلنا نسحق أفكار وما زلنا نسحق وكل واحد من شيلته يقدم معناتها فكرة بش ننهضو بالله بالميم تعنا إن شاء الله دايق مدام سيليم كنجم نزيد معلومة سيدة المشاهدين لازم يعرفوا معلومة اللي هي أنا نسميها معلومة مائية خطيرة شوية اللي في 2025 حسب منظمة السحر العالمية 25 دولة أفريقية مهدى مش كون تحت خط الفقر المائي دونك التونس على القائمة هذه في القائمة نحن دجاء تونس على القائمة هذه دونك بالحق لازمنا نتصرف بكل استهلك الرشيد مع المياه حتى كان يلقوا لنا فكرة مش مشكلة خموا فيها متع تحلية مياه البحر أما بأقل المصاريف كيف مشت تحكيلي تاوى على جوهانزبورغ وعلى كيف مشت شاركة هذا يحكينا على الفوليل وليني بالكل قدمنا البروجيب تاعك قدمنا قرائتك قدمنا الاختراع فيش يتمثل كيف مشت الجوهانزبورغ كيف مشت مثل تونس دونك اينا كما قلت أول ما بديت نعرف بروحي أنا اليوم لبسا كسكيت فلونتير في إيد خوزو دونك لسيدة المشاهدين إيد خوزو هي إنستيوت الهنسة الكهربائية في بدايتها بدأت كيكا بعدك أوليت تشمل كل الاختصاصات والمجالات التقنية حتى اللي ما هيش تقنية دونك فيها أكثر من 67 اختصاص تقني إيد خوزو منظمة عالمية بدأت من أمريكيا وأنا فلونتير فيها من المساة الوطنية المهندسية في تونس وبعدك أوليت مع الأنترنسونال دونك أنا تبع سمارت فيلتش اللي هي تخدم على المشاريع التكنولوجية اللي تخدم تعطي خدمة إنسانية التظاهرة هذي مش أول مرة النمشي مع إتخوزو لكن وقع اختياري دونك كانوا فهم من العالم الكل من العالم الكل قدموا بشي بشي قدموا لليبخوجين تاحهم أنا كنت التونسية الوحيدة والعربية الوحيدة بعد دوز انتخوتي عملتهم تكنيك واحد انتخوتي وقع اختياري بشي مشي نمثل لليبخوجين تاعي هذي ساعة فرحة الولانية بالكل انه يختاروك هذي فرحة وحدة الفرحة اللي مختارين لأن الوحيدة التونسية والعربية حصيت بالمسؤولية أكثر الحمد لله ان شاء الله كنت قادل المسؤولية كمشيت لجوهانسبورغ التظاهرة هذي شنو اسمها اسمها باور أفريكا 2024 هي لحقيقة قادة تصير باور أفريكا هذي نسخة 11 باور أفريكا كل مرة تختار بلاد في أفريقيا وتمشي وتحكي على كمرة مشاريع طاقة مشاريع الشح الكهربائي مشاريع الطاقات المستديمة وتكنولوجيا الخضراء الشح كهربائي ولا مائي الشح الكهربائي مثلا كيفاء نجم نوصل الكهربائي لبعض القرى في أفريقيا هم برشا قرى معظمش كهربائي والطاقات المستديمة والمتجددة كل مرة تصير في دولة في أفريقيا عملا وسيكون في مراكش في المغرب أنا كنت حاضرة لكن كنت حاضرة فقط ماشو عضو فعل كنت حاضرة فقط والسنة صارت في جوهانسبورغ وعم جاء إن شاء الله في القاهرة باش نختاروني باش نمثل هذا البروجي متاعي بعد ما يكمل في القاهرة في سبتمبر دونك في أكتوبر هي صارت في جوهانسبورغ جنوب أفريقيا تتمثل أنا كنت نحكي على التظاهرة على معنى دو فاز الفاز الأولى يجيو يسميهم ديفولوبرز اللي هم رويد أعمال سواء عندهم خلفية تكنولوجية وإلا إدارية يجيو يقدموا البروجيات متاحهم لإخذوا دعم من عند يتخوزوا يقدموا كل واحد في القرية متاعوا ولا في الدولة متاعوا سواء على الكهرباء على الطاقات الطاقات المتجددة وشنوها عملوا وين توا المنتج متاحهم والحقيقة أنا راههم كلهم كل واحدة قصة نجاح وكانوا فهم سيليكسيوني أساسا بش يكونوا من أحسن الناس اللي تقدم للي بروجيات يتكتما ويشيركوا التجربة متاحهم سواء في ريادة الأعمال سواء حتى في الطاقات والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء أونجينيغال الفازة الثانية هم اللي كانوا حضروا أسماء كبيرة معناه كما وزير الطاقات والكهرباء بتا جنوب إفريقيا كان حاضر أكبر الشركات تمتع الطاقات في جنوب إفريقيا وفي إفريقيا الكل كانوا حاضرين وعطونا النصائح وكانت فهم معناها انتغاكشون مزيينة بالحق حتى ترسيليكشوني اللي عبيد اللي حاضروا كانوا من إفريقيا الكل وكلنا تلمينا بش نحاولو كانت تحتم لضمان الطاقات لإفريقيا الطاقات الكيفية لإفريقيا كانت فهم ورشيت دي فورماشون عملونا في الانترابروناريا في الإيكونومي باق في التكنولوجي في الطاقات المتجددة كانت بها يسر على الأخر من ها كمبيتشون اللي أنا شاركت فيها هو خطب تظاهر تحضر لها لكن فهم كمبيتشون اسمه اللي أنا كنت بأختي منها اختاروا ثمانية مشاريع من إفريقيا الكل بشي تشيركو في الكمبيتشون هذي دايوغ تقدم فيديو انتي قبل أنا أنا دعو سيدة المشاهدين مش تفرجوا فيديو موجود عشين يوتيوب متاعي أميرا ورفالي دايوغ الوحيد اللي موجود دايوغ الوحيد اللي موجود دايوغ في هالإكسplication بتاع البروجي الكل ثمانية مشاريع شيركو فهم كل واحد كاتيجوري يزمو يربحوها اللي أول مرة تصير في تاريخ الكمبيتشون اللي أنا ربحت لكاتيجوري الكل تباركال فهمة سنكاتيجوري وتقولي إن شاء الله هنكون قد المسؤولية بنتي تعدية المسؤولية من غادي فهمة سنكاتيجوري معني بارتي التكنيك بارتي انترابرونريال بارتي كمارة حاجة دونك أنا بالبروجي متاعي والتقديم اللي قدمتو اربحت لسنكاتيجوري دايوغ وربحت بارتي مالجائزة اللي هو تأثير ودفن بشي عاونوك تلانسي البروجي متاعك نزربو شوية دونك ذيك هي كنت لحكاية معناها في جوهانسبوك ساوث آفريكا ونشاء الله في القاهرة بش نكمل البروجي نكمل ونكمل نقدمه بعض عام إن شاء الله يا ربي ومشاء الله وتباركال عليك سينون البروجي فتور متاعك اكيد رك انتي مخمى معناتها البروجي هذي حلو مزيين نقعدين نخدمو علي مزيلك كل مرة اكيد رفو ما حاجات جدد بش نضافلو سي سور أما كيفاش بشي تم التسويق هل فما جيكون وعدك انه يسوق لل سي صناعنا الاختراع دون نبي اخذينا عليه الجيزة لولا بالكالة جوهانسبورغ ومبعدكا مصر ومبعدكا اكيد بشي تعمم معناها التجربة ذي بش نحكيو عليها برشا شكوني ناجم يعاونك في التسويق للبروجي هو أنا ما بديت نقدم البيد ولا لديمتاء إلا ما عملت إتودة مخشي وإذا كنت مخشي التونسي حاضر ولا لي للبرودوية كما الهكا حاضر المخشي تونس وسهلا بعد عام يكون حاضر أنا جيت اليوم بشي نعرف بالمنتوج بشي نعرف بالبرودوية بشي البرودوية يخرج للمخشي السيدة المشاهدين يشريوه ومرحبا بيه ونسي كل يستعمله وإينا ننصحكم تستعمله خطر مهم جدا للصحة العمومية أصلا التصويق بطبيعة كربحت إينا فهم برشة وعود وبرشة عبيد بدأوا يخدموا معايا من أمريكيا ومن أفريقيا وقلت لاني أنا قادة نخدم في تونس فما قرية في تنزانيا وفي أغندا ومامتان نخدم عليها فما ديجا وعود وديفن فما الكل وبدأنا نخدمه في البختي متاع الغشي بارفيت حسيلو أنا فيار دوتو يعطيك ألف صحة برافو علي تخدم فيه إن شاء الله بتتوفيق لك إن شاء الله بمزيد من النجاح إن شاء الله باختراعات أخرى ويجي تحكين عليها لهنة زادا ونحب نقول لكم اللي أميرة الملفل اللي مش من الأول قالت أنا حشامة هي حشامة أم ما شاء الله تبرك الله شفتوا كيفاش إلس إكس بخيم وتحكي وتتكلم ووثقة من روحها وعرفك كيفاش تقدم البخودوية متاحة إذكا علش إذكا خارج من مشاركتها في المجتمع المدني نونك جوو كانسي بالحق إنكم تمشي وتشاركوا مثالش تكسبوا المهارات هذي كل السوفت سكيلز من الأول بالكل حكيتنا عليهم يعطيك صحة أميرة الوصلي على حضورك بحضرنا مرسي بكو نتعديو أحنا نشوفو سبوت وراجعين تفضلو ترجمة نانسي قنقر 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 على باج الفيسبوك متاعنا باسم الحسامتاعنا ديكليك ونحب نرحب بمدام مريم الجوادي رئيسة مشروع مهندس عام بالوكالة الوطنية للبحث العالمي أهلا وسهلا ومرحبا بيك وراقيا شلواتي ممثلة عن الإدارة العامة للبحث العالمي بوزارة التعليم العادي والبحث العالمي أهلا وسهلا فتيات مرحبا بيك مرحبا بيك نحويلكم سبا لباس المورة الحمد لله بخفي الحمد لله إذن لن تتحدث عن الأيام العالمية حول غريم أمباكت الأعلمية الأعلمية العالمية إعلمية على غريم أمباكت لما قبلها نحب نفصلو شو هو غريم أمباكت لبوغا نشكرك ساعة على فكرة البرنامج ونشكرك على الاستيذافة نشكرك كريم لتفي ويمين بوغتايا معدي الحسام على فكرة البرنامج يعطيكم السحو مفسد بك ونستغل الفرصة بشنا نحيي الباحثة الشابة اللي سبقتنا على فكرة المشروع شوف تقول لهم وليداتنا أسمع اللي هي كيف نجي نخدم نروح عرفت شو احنا معنوية محلها تتحس بلادنا قداش فيها نورات تعمل مع الباحثين يعطيك برشا قبل وي سيسا حابينا في الأول الساعة نقطرو البروغرام هذي يقبل ونشكروك ساعة الفرصة هذية اللي تعطينا فرصة بش نعرفوا مجهودات وزارة تعليم العالي والبحث العلمي في دعمها البحث العلمي مرسي لحضوركم عنا بشا مؤسسات ووزارات واللزورجانيزازيون التونسية اللي بالحق تأمن بالحضور بتعليجون متاحا وتحب معنوية نخليوا الناس يرتقيوا بتونس ماذا تعمل ما تنجم كان نتعاونهم نجم وكيد ندعم البحث العلمي وإحنا ذي الكل وراء جاي في إطار سياسة دعمنا سياسة الدولة معنتها في دعمها البحث العلمي اللي جاي في إطار استراتيجية كابلة تضبطها استراتيجية تضبطها سياسة العمومية للدولة اللي يدعمها اسمها يتنجم متفسكي يشد ورقة في يدك نرمال أخيّة بيئيّة مائيّة. هذا حديث مستجدنا نقذ العوامل التي تعملنا مشاكل في تونس. وفي هذا الإطار مشينا في تمشي بتاعنا مع الوكالة الوطنية البحث العلمي. في أننا ننخرط في سمحني. فسكي والله عاد. في هذا انخرطنا. اسمعني حتى بالدرجة أخذ راحتك. نقلت الوكالة الووزارت عبر الوكالة الوطنية البحث العلمي والإدارة العامة للبحث العلمي. في برنامج تعاون بين الاتحاد الأوروبي والإدارة والتونس. تونس خضراء مستدامة. هناك إطار برنامج تونس خضراء مستدامة. اسمه هذا البروغرام. والبروغرام قدهش يقعد. هو مش بروغرام هي شراكة بالأساس مش بروغرام كهوس هو شراكة يصير في إطارها بعض بشريع وبرامج وفي الإطار هذا تم بعض برنامج أغيس المسؤولة عليه رئيس المشروع السيدة مريم جوادي التي تنجم تعطينا الفكرة على البرنامج وعلى الأيام الإعلامية شكرا على استضافة كما قدمت زميلتي مشروع ريس يندرج ضمن بمعنى بروغرام كبير اللي هو تونس خضراء مستدامة البروغرام هذي اللي هو فيه 4 بروغرام وإحنا بروغرام اللي تنفذ فيه الوكالة الوطنية الوكالة الوطنية النهوذ بالبحث العلمي تحت إشراف وزارة العلي والبحث العلمي البروجيه هذا هو اسمه دعم البحث العلمي والتعليم العالي في مجال البيئة اسمه آريس هذا البروجيه البروجيه هذا الهدف الرئيسي منه هو دعم مساهمة البحث العلمي في إيجاد حلول المشاكل البيئية أبه centrاندر أبه دعم الدعم العلمي أساسا реально دعم مساهمة البحث العلمي باش يلقى حلول المشاكل البيئية متاعنا كما قلت اللي هي معناه تحديات تاو واللي هما بريوريتي تاو من أولويات بلادنا تاو تسكي المشاكل البيئية الحالية معناه بالضبط هو باش بلادنا بركة العالم العالم افكتما وي العالم الكل اوكي دونك هوني نوصل للغريين امباكت واي اعطيك الصحة شكرا غريين امباكت هو جست حبيت قبل ما نوصل الغريين امباكت فرصة تحتنا الفرصة بشان قدموا البروجات ارس بالكومبوزانت بتاع الكل دونك البروجات هذا فيها تروى كومبوزانت الكومبوزانت اللولة اللي هي فورماشون في المجال البيئي اللي نهدفه من خلالها لحديث مسارات تكوين لتلبيط طلبات معناه احتاجات احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في المجال البيئي هذه الكومبوزانت اللولة اللي فهم هالي بدير جهدي شو معناه تن لبيو احتاجات المحيط الكلساد لحدث مسارات تكوين معناه تبش قدموا دي فرماشن دي فرماشن ايه ايه انوا معناه افنانسي دي مستير قوانسروي في دومان دو مين دو لانفرامن بي وزيدة بشنام بي 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 تكوين وديجا الكمبوزانت هذي بدينيها معا دي ريكشن جنرال متاع رينوووشن تجديد الجέمعي تجديد الج Lahان تجديد الجيمعي دي ريكشن د partnering الكمبوزانت لولو وفيها مimana responsibilities زيدة فار فيها هي كماننن رأس ل 같습니다 افنانسي الجίمة أو في الملجين ديتر كمانسي تجديد الجل وقد لنا الجميع يمر fondة بزيدة معنا تجريه البحط 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 إيكولوجيك. بانتقال الإيكولوجي. الانتقال الإيكولوجي يعني لتبسيط المعلومة للمشاهدين. أيواش. أيواش. والكومبوزونت الثانية اللي هي. خلفة. الثانية. بدنا لولا تول الفورماشيون في المجال البيئي. واضح. الثانية هي موبي دوك غري. موبي دوك غري ناذا من اللولي بدينا احنا من 2012. نمشي ونزور وقراء ونهز ومعنا شعب. معناها مولنا ودعمنا. بحثين شبين اللي هما داكاترا وطلب الدكتورة. بشي ينجو ينجو مشاريع بحث في معا في ديز انتروبخيز. مع ديز اكتور سوسيو ايكونوميك. دونك انجيرا. اللي احنا دونك مولنا عديد المشاريع. توفتنا اكثر من ثمانيمائة وتسعمائة مشروع من 2012. وتاوى سبيسيفيسيته. دجا جيونا زوزو بحثين. موبي دوك. موبي دوك. موبي دوك. غيرين هذي اللي هو اكثر في العلي معناها معناها يستند ولا يتريتي توسكي المشاكل البيئية. دونك بويسكو هو يندرج ضمن بروجي في كل مجال البيئي وكل شيء. دونك هذي. وبالنسبة للموبي دوك غيرين اللي هو في البروجيت اريس. نكونت فنانسي مئتين مشروع لفائدة الدكاترة وطلبة الدكتوراه. هاي هي البرج. دونك احنا توفتنا اكثر من ثمانيمائة مشروع وطاوها كمش نكاملو نوصل الالف ان شاء الله. واكثر حتى من الالف مشروع. هذي الكلو دونك الموبي دوك هو اشنو هو يهدف من جهة. نعاونو الدكاترة ولا طلبة الدكتوراه في الانسلسيون بخوفيسيوني متاحهم. معناها البينيفيسي دو فورماشن في توسكي كما قالت زميلتنا ساعة. فاما تكوين في الانترابرناريا في مانجمينة البروجيت. معناها توسكي ميتيه دابوي على رشركة الانوفاشن. و تقديم حلول. و تقديم حلول. و تقديم حلول. معناتها هي في إطار بناء الجسور بين البحث العلمي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. و يجد حلول. معناتها خطرية البحوث تصير بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية. معناتها يجد حلول تتطبق مباشرة في المجال الاقتصادي. للمؤسسة الصناعية والله. و نحضر معناتها الإتوديان باش أنه يخرج معتها وقت اللي عنده ديبلوم. يبدأ عنده أساسا فكرة و تجربة عملية. و ليس فقط حاجة مكتوبة ولا تعلم حاجات تيوريكما. لأن بعضيك نوريه اللي هو تكسب مهالات. و ينجم حتى يلنسي البروجة متاعه. و سي يتخرج من هنا يلنسي صنبروجة. و كما قلت سيهيم سمحني في سماع دي ساكس ستوري موبيدوك. اللي هما بعد ما عملوا البروجة موبيدوك فما اللي عملوا الستارتاب متاح. فما عملوا دي بروفي فما شيركو في مشاريع انترنسيونو. معنا دي بخوجي انترنسيونو. دون كانت لهم بداية فتحة فيق معنا يسر حلوة و كل شيء كما قلتو. حجر ويحكم فير. عدنتو ما كنتوها ملا منيس اللي سيهما تفنجح هذا. نفيد كل الوزارة مع الطلبة. معنا فكرة البرمج لحقيقة تحية مرة أخرى على الفكرة. يا عيشي قياتيك الصحة. به مادام راقي نحكيو على الايام الاعلامية. الجرين امباكت. شو هاي الايام الاعلامية هذة. و شو هو الجرين امباكت. احنا عملنا طلب ترشوحات. التمويل هو الجرين امباكت هو. دي جعنا نشوفه في الافيش لهنا. هما دي جورني كيوان ستنير في هاوكا. مردي 19 بشي سير في تونس. مردي 15 نوفمبر بشي سير في سوسة. و مردي 12 نوفمبر بشي سير في سفيقس. انا اذولي بديت بالعكس في عوض نبدا مردي. و مردي الاخر. بديت بالمقلوق. من 19 نقرب العربي. قعدة في السوري. ايوة. الايام الاعلامية هذه جد في اطار طلب ترشوحات اللي تم اصداره. اللي موجود على المنصة التواصل الاجتماعي. وعلى السيت متاع الوكالة الوطنية. اللي نهوذ في البحث العلمي. والايام الاعلامية هذه يعملناها لتقريب المعلومة. للمستفيدين من الجرين امباكت. اللي هو مشاريع في الاساس. هي مشاريع تشاركية. ماذا هو الجرين امباكت؟ الجرين امباكت هو التسمية للطلب الترشوحات اللي اصدرناها هذه. اللي هو برنامج لتمويل مشاريع تشاركية. يستفيدوا منها الباحثين بالاساس مخابر البحث. وهي كل البحث بشكل عام. بالتشارك مع شريك اقتصادي واجتماعي. بينسوق موجود في طلب الترشوحات اللي تم اصداره ديجا سابقا. كنت نفسرها بالدرجة والتسال علينا. وانا بشو نقول لكم كنت يقول لي اسكو انا فهمت بصحيح. سننصلح لي. يعني انا مثلا عندي ام بروجي. بنحب نشارك به هنا في جرين امباكت. نجيكم ونقول لكم انا البروجي متاعي. وهو عندي شكون بشي مولهولي. وإلا هو عندي شكون بشي. مش نخدم عندهم بعض. التمويل جاي من البروغرام. التمويل هو جاي في اطار البرنامج بالشاركة مع الاتحاد الاوروب. الوكال الوطنية للبحث العلم. هي مش نفعل برنامج بالشاركة مع الادارة العامة للبحث العلمي. انا نجي بروجي. وانتو ما تماولوه. صحيح. نحن نعملو ابلة كونديداتور لي. هو طلب ترشوحات يتم اصدارو. نعطيوهم شهرين بشي عملو يحضروا المشروع متاحهم. وبعد صير تقييم للمشاريع. ويتم اختيار احسن المشاريع اللي فيها الافكار المتميزة. تصير سيلكشون. وبعد تصير تمويل المشاريع هذي. ببطائقة. في كالشهريين هذوكم فاما شكو مش عملهم فرمشون. لماذا احضروا أهم اعلامياتي؟ ايام الى اعلامياتي؟ ايام الى اعلامياتي. صحيح. يسمى أنهم مستمع أسستسس. لان تحت رحل الانتالي من الانتالي. كانون يفعلوا المنتاجز. لانهم نستمع أسستاسي من الالكيب للامبير. بالجراكة مع الجياريس اللي هي مزارة لعمل البحث العلمي. وأنت خطوة عملنا الأيام الإعلامية لتقريب المعلومة خاطر أحنا بغير تخسير للإنفورماشن وصلت للأيام إعلامية وحرصنا أنها تكون متفارقة على الجمهورية في إطار المركزية وفاق بروفيته المكسيموم معناتها دي شيخ شعر وخاطر زادة الأفكار اللي جينا من باقي الولايات ما تشبهش بكل الأفكار اللي تنجم جينا كل واحد وتطالعات وكل واحد ونقايص وكل بلاسة صحية كل جيها شنوها تستحق دونك بشيكون فما باشا لكي تحديد البيئي أكتشمير مش تمام جيله لكي تحديد السيليكسيون تعلي بروجي يعتمد على شنوها نرمال ما وقت اللي بش نختارو أحنا بش نسيليكسيوني على شنوها تعتمد هي فما معناتها شروط عامة هي توفر مخبري بحث بالأساس معناتها على الأقل مع شريك اقتصادي واجتماعي على أن يكون المشروع فيه فكرة مجددة معناتها فيها جانب تجديد للواحد ويكون يخدم هو إفكتف ما كيما قلت شريك الاختصادي بالأساس oui parmi les critères معناها d'évaluation des propositions أول حاجة هي الpertنانس متع فكرة المشروع وزادة بش نقايموا الcapacité d'implémentation est-ce que le consortium ولا le partenariat اللي اقترحت فكرة المشروع عندها la capacité بش جيري مشروع خادره البيجي متع وحنا رصدنا 700 مليون par projet donc est-ce que عندهم la capacité ou les ressources معناها humaines ou matérielles nécessaires صحيح احنا بشنا دعموهم بل 700 مليون النجمو معناها يشريو matérieل etc معناها بالت journaling نحن بشجربي ومNeشتكونا دعموهم بتعمل معناها collaboratif معناها لمشكونا نحن بش gal loos71 نحن بشتكونا بعد primer الهنم معناها معناها ممو الاcho ربيع لنبدو شكل معنا ومشتكونا كلما حانستق vidéos وينما ان inward باampsعت شكرا لنبدو عشتكونا في الملاد تeenth where الك mari متي زميلتي لن تكون فرصة باش نقدم ونعرفه أكثر بالجرين امباكت وكيفية المشاركة وشروط اكس ترا اكس ترا ما زادا برجنا فما دو بانيل البانيل الاول باش تكون فرصة لش يحضروا معنا ممثلي المونت سوشيو ايكوناميك باش يقدمونا اللي ديفي انفيرومنتو المشاكل البيئية اللي تواجههم وفما بانيل ثاني اللي باش يحضروا فيه ممثلي الجامعات وليسنتر دو رشيش باش يقدمونا لريزولتات دو رشيش عندهم نتائج اللي حبو يثمنوها تنك باش تكون فرصة لتقريبك العرض والطالب بأوفروا الدمانت ووقتها معناها تكون وفما سيسيان ثالثة اللي مش تكون تاريزوتاج معناها باش تكون بداية ديفلوبمان بتاع partenaria اللي باش تحضرهم pour ديبوزي ام بوجه دكار معانتها فما عرض وفما طالب وفما معانتها نعرفو الناس على بعضها زي دا باش تومسا يوخو جو عندو كعني دادغيس بي ويعرف وين يحط ساقي شنو في البروغرام شنو كيفش يبدأ كيفش يتقسم النهار شنو اللي فيه معنات احنا عنا كين ثلاثة اياما كهو نهير 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 نون كيفش بش يسير مسباح للليل كيف حكيونا على البرنامج هذي شكونا عندو فكرة داك هوا نفس البروغرام هو نفس فكرة جورة مهي جو والمشارات المتباقات التي تبدو والدفئة ليست كيف كيف خاطر دفئة المجهة صحية وبالنسبة نبدأ من الأول نعرف ما هو الدفئة كما قلت لك البانيل والدفئة المتباقات وانتظارات لزاكتور السوسيو أكنوميك يكون على الأقل ثلاثة أو أربعة ممثلة للموند السوسيو أكنوميك البانيل الثاني باش نقدمو في شنو ماليزاكي والريزولتات دوالرشيخ في الدومين دوالانفيرانمو كيف كيف وإجزامل بتاعدي بارتوناريا نجحت في هزا في يدك الوحدة نجم تقرع على راحة راحة نجم من الفاس بيعطينا زادا دونك والبانيل الثالث مش تكون بريزنتاشن معناها البروجيه عرس معناها بكله وبعد فما نتحددو الغرين امباكت وخصائص وكيفية المشاركة اكس ترى دوك انتو باش تقولي شنو الخصائص متى غرين امباكت وكيفية المشاركة وكيفاش اما فيه ساحفينزا خاطر الوقت راو اخسارنا شوت كيفية نجم تزم في يدك الوراق انا عندنه هو غرين امباكت منتهب برنامج خمس أولويات أهمها مجابعة التغيرات المناخية الاقتصاد الدائري طاقات المتجدة الحفاظ على التنوع البيئي الإدارة المستدامة والموارد الطبيعية والمدن المستدامة شروط الترشح بالأساس لازم توفر زوز مخابر بحث شريك اقتصادي على ان يكون الحامل للمشروع استاذ باحث بيرتبة استاذ محاضر على الاقل داكو هذو مشروط العامة الباقي تقييم العلمي هو اللي بشي خلينا نشوف توجه هات كل المشروع حسب الفائدة اللي بشي يقدمها للمشروع الشريك الاقتصادي خاطر هنال الخاصية متاع غرينام باكت هو اننا نحب مشاريع تتطبق مباشرة يعني مناش بش نقعدوا في الجانب البحثي فقط لازم يقدم حلول عملية ولا النتائج موجودة واحنا نحب نثمنوا هكالنتائج ونخرجوا بحلول تتطبق مباشرة في المرشي مش البحث العلمي للبحث العلمي وهو البحث العلمي الويش في خبت صح ونطبقوها على الواقع وين نجموا يتصلوا بكم كيفاش نجموا كيفية المشاركة كيفية المشاركة هو الابيل موجود على سيدة الامبير ينجموا يشوفوا الابيل وفما حتينا احنا الاترس ميل والكونتاكت وأي حد ينجم يحضر في الجورنية في تونس أي بحث ينجم يحضر في الأيام الإعلامية هذه وحتي نيلهم سميح معناه أدرس ميل اللي عندو كيسيون استفسارات وبعد مش لموا لكيسيون الكل ونحضرك الفاكو معناها ريبونس على الكيسيون هذو ما الكل لموهم ويتم نشرها معناها لإيكيتي متاع الحدود الناس كل ما شرح في السيتويب متاعنا شكرا 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 أهم المواقع لحضرنا زمينا مروين سنين وراجعين تفضلوا أهلا وسهلا ورحمة بكم في فقرة أفضل التطبيقات على الأنترنت نحكي اليوم على أفضل مواقع التخزين السحاب المجانية على الأنترنت فهي أدوات لا غنى عنها للأفراد والشركات على حد سواء فمع تزايد حجم البيانات واستمرار الحاجة إلى الوصول إليها فقد أصبح من الضروري لخدمات التخزين السحابي أن تتواجد وبشدة في حياتنا اليومية وذلك للحفظ والمشاركة والنسخ الاحتياطي للملفات بكل سهولة وسلاسة ونجد في المرتبة الأولى موقع جوجل درايف إذ يعد من أبرز مواقع التخزين السحاب المجانية فهو يأتي مسبقا باردفو على أغلب هواتف الاندرويد وأجهزة كرومبوك وهو ما يجعل الخيار الأمثل للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بدم جزء أو كل معطياتهم عبر الأنترنت في نظام جوجل إذ أن جوجل درايف لا يقوم بمزمنة الملفات الخاصة بك فقط بل يمكنه تخزين جميع تنسيقات الملفات بما في ذلك المتعلقة بالPDF والميكروسوفت والصور أما عن المرتبة الثانية فنجد تطبيق دروبوكس والذي يعد هو الآخر من أرواع الخيارات وأحد أفضل مواقع التخزين السحاب المجانية فهو يضع مستخدمي غالبا في وضع راحة وأمان خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل البيانات وحماية الحسابات وذلك من خلال بروتوكولات المصادقة فهو أيضا يقوم بتخزين ما تقوم بنقله إلى المجلد الخاص به على جهازك الذكي من ميزات تطبيق دروبوكس أنه يسمح بتخزين مزمنة الصور ومقاطع الفيديو وجميع أنواع الملفات والمستندات عبر الأجهزة المختلفة ويشمل ذلك أنظمة التشغيل مثل ويندوز والماك واليو اس والاندرويد وويندوز فو ويمكن المستخدمين من مشاركة الملفات والمجلدات بسهولة حتى مع أولئك الذين ليس لديهم حساب دروبوكس ويمكن إنشاء روابط مشتركة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيقات أخرى يوفر دروبوكس مزامنة انتقائية لاختيار مجلدات التي يريد المستخدم مزامنتها مع سطح المكتب وآخر الميزات هي أداة طلبات الملفات والتي تتيح للمستخدم بالتحميل مباشرة إلى حساب دروبوكس الخاص بي وتحرير ملفات دون تنزيلها أنتناء العمل على إصدار الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قاعدة فريق في جي بيو وفال تبايس نفهموا ما هي الحكاية من بعدك أهلا وسهلا فتيات نتعرف عليكم نبدأ معك أنت مرام اسمي مرام حسني عمري 21 سنة طلبة بسنة ثالثة في المهل العالي الأعمال في تونس وزاد عضوة ناشطة في جسائية تبايس الموروش فعليش قل جي بيو وين وهي جوب معناتها جوب جوب ودونيا ريدين عاصمة مرحبا بك شكرا على استضافة ساحبا لكل شي دونيا ريدين طلبة في السنة الرابعة بالمعال العالي الأعمال في تونس تونس بزنس سكول اختصاص مالية ومحاسبة ورئيس الغرفة الفتاية ورئيس الغرفة الفتاية الاقتصادية تبايس الموروش نحكيو على الإفنمان لبنية تايوة جوب فير تبايس اللي هو إفنمان يصير موش أول مرة في التبايس وموش أول مرة تدا في تونس الفرسيون العاشرة نسخة العاشرة هذه نسخة العاشرة في المعهد متعنا ولكن هو موجود في تونس الكل البوت هو معرض معناه عبارة على معرض اللي يجيوا شركات من تونس الكل اللي معناه يعملوا دستان في الجامعات ومن خلالهم هم ينجموا يعنيها الطالبة ولا الطالب يتحدث مع العباد في الشركات هده وما بش نجم يتحصل من بعضيك على استاج بيفو متاعه ولا حتى خدمة سهلة لو معناها العملية هده أنا ما نتصورش كان هذا بركة الوبجيكتيف متاعك متاعه للمرة نتصور اللي يفهم حتى فما شكون يبدأ ضعيع مش عارف مليح ووين يمشي بالضبط شنو الحاجة تستهويها شنو الحاجة اللي يرتاح فيها أكثر بتاتخفى مع معلومات ما عنتهم هم شو واضحين بالكداية بالنسبة لها نتصور غاديكا باش تكون له الفرصة باش أنو ينظموا مورو ديجا نحنا في التبايس عنا برشا دي سبيساليتي ومشكلة التبايس لفاكولتين بتاعتون سيكل متاع البزنس دونك الجوب فير زيادة معناها فرصة باش يحكيوهما معاليز انترابخيز معاليز ستارتاب يشوفوا لشنية الأقسم اللي عندهم كيفية كل قسم يخدم بالضبط شنو الحاجة بتاع استاج متاع الخدمة كيفية تكون هكا ينجم يقرب بلوز وموال شنو هو يحب يكون في المستقبل شنو الحاجة أصلا يدبر زيادة دي سببورتونيتي ويجرب هوا معنى على الواقع باش مباعدي يعرفوه شنو هو ينحب يكون في الفتور وزيادة الجوب فير ميكونش كان معارض معناها بتاع شركات وكل زيادة بشيكون موجود فيه دي وركشوب ودهو ودهو وزيادة وزيادة بشيكون فاما في كلاوزينك سريمونيز انترونس شنو بتاع برشا عبيد من باك جراوندز مختلفين من بزنس هيدا هوا شنو عيسير تطولون لاجورني بينا نتصور اللي فاما دي زيادة دونيا كل واحد مشو مختلفين على بعضنا احنا كل واحد وطبيعتو كيفاشو كل واحد عندو مهارات ما يكسبهاش غيرو فالنهار هيدا نتصور كل واحد حسب مهاراتو بيشوف شنو ما لازن تخبخيز اللي يكونو أقرب له وإلا إناج ميحدو اللي يسهلو علي بتاتخ حاجات زيادة بش يعرف ثني توي صحيح هو احنا معناه حتى في اختيارنا للشركات اللي بيش تكون حاضرة نهارة حاولنا معناه نكون فهم اختلاف معناه في الشركات بشاكيكا الطالب اللي معناها اللي يعني بلوتو يمشي في التسويق يلقى حاجات في تابعة الماركيتينج العبيد اللي ماذا بها حاجات تابعة الانجينيوري وتابعة التكنولوجيا تمشي في حاجات تكنولوجيا هكيكا معناها هاو كي تكون فهم اختلاف في نوعات الشركات الحاضرة نهارتها. وكل طالب معناه نجم يلقى الحاجة أسهل لتمشي. نحن في الدورة العاشرة. أخذتوا شي فكرة على الدورات السابقة. شنو الحاجات اللي المطلوبة أكثر تحسوها وتمشي. وشنو الحاجات اللي دفاع يونس نقوله. نحن لي ممشيتش على الأقل نحسنوا منها وإلا نحيوا جملة نقول ليا كيفاش تمت الدراسة للإفنمان هذي المراهب وتحذير ليه المراهي دي. نحن في الجيسية تي بيس كجيسية تي بيس نظمنا دي جا قبل نسخة معناها قبل في الإفنمان وعننا فكرة يعني على أكثرية الشركات اللي تتناسب بالخص مع يعني البروفيل متاع الطالبة ولا طالب اللي موجود في المعهد متانا هذي كعليش حاولنا حتى في الاختيار متانا صحيح النوع ولكن زيدا انفيزي وعباد بالحق الشركات اللي عندهم اسامي بيه ويكونوا يصلحوا معناه موش روزة البيوت أنك تعمل استاج في البلاصة هذي كما أنك تتعلم منه تخرج بفالوغ أجوتي وأنه هذيك بالحق يحلك بيبين في مستقبلك اليهاريخر الخدمة معناها بيهية ومعناها محترمة بالكدهي. نتصور وقتا اللي يدوب مبديت معانتها الجنر متاع اللي في المان هذي تمشي ودقوا عالبي بينه وتحبوا تعرفوا وتقولوا هاو احنا الوبجيكتيف متاعنا شنو؟ تولا ويجيوا وحدهم يسألوا عليكم وإلا وإلا أنتم ما مزلتوا معانتها تلاوجوا شكوم بشيجي يحضر من الانترابيز في الجرنية هذة. وبالحق نحب نكون حاضر معاناها وفما اللي يزيدها بتبيع احنا نزيدو نأكدو عليه ونزيدو نقونتكتي وكثيرا. احنا لزيدوديون المشاركين معانتها في الإفنمان كيف معها كاية مرة نعرفوا شنو ينجموا يربحوا معتها ينجموا يربحوا استاجات ينجموا يربحوا دي فرماسيان ينجموا حتى يربحوا خدمة نص وقت نقولوا احنا معتها بشي يخدم بيها مليحة مليحة يربحوا مليحة فيه بشي ينجموا يربحوا؟ أو النظام، ومعرفة الأسلاء. ما يشارك الفيديوهات الذي تذهب إلى هذا المهات szybون. ما يمكنك إذن لهاemenك؟ ما يوجد لكفضاء التعمل؟ ماهتم التجارب؟ ماهتم التجاربات التي تلتعب فيها؟ نعم، نحن نحاولون أن نكون تساعدوا على النابل التي يروحنا على أن تدعونا فيما أن تلتعب في مما أو تطلب. نحن نرى ما هي رأيهم لنصالحهم بالجوفير القادم ونصالحوا الحاجات التي تغلطنا فيهم المراهيذة ونحسنا فيهم إتتغاء. لذلك يجب أن نثبتهم معهم ونسألهم على رأيهم. دونيا من أهم الطلبات التي يأتيكم عند السيدوديون والحاجات التي يحبون يلقاوها. ما هي؟ يحبون يلقاوها شركات التي بالحق اسمها موجودة في المستوى العالمي. ليس في المستوى المحلي أو الوطني. يحبون شركات التي تكون مختصة في الحاجات التي يحصلون بها. يعني خاطر ساعات نجم تلقى شركة معروفة. لكن بالمجال المتاحة ليس بالمجال الذي يلوجه ساعات الطالب المعين. كيف يحبون معناها الشركات التي يتعلمون منهم. خاطر نجم تكون اسمها كبير. ولكن بعد ذلك الأكسبيانس التي تخرج منها ليس يصير طيارة. لذلك يسألون الوطني المساعدة التي يدعونهم. يقولون أنه تنصحني بالستاج؟ ينجم يقولون أنه مجال محاربة. أما استاج لا ينصحك برشاة. لذلك هي الحاجات التي يلوجون فيهم. كو سواء في البزنس ولا حتى في دي دومين أخرين بي فما حاجة متاع إيشانج بينات لزيتوديون معناتها منعش تحطو لهم باج وإلا سيت وإلا عالقل اللي يخذي إكسبرينس كيف أنت تواكن متحكي الأكزمبل اللي كنت تحكي في متاع أنتوديون مشي قبل الانترابريز وعادة فيها استاج ما عاجبوش باشا مشي لصاحب وقالوا لي فوك عليك اختاك تنج متخدم فيها متعديش فيها استاج خاطر لكي اللي بشتاخذوا من غادي كما هوش فماش حاجة اللي تخلي الأفكار هذي تسركوا لي ببينات لزيتوديون والمشاركين معاكم بأكزمبل احنا رأوا في الجفير معناه عناه في السريموني دو فيختور معناه ديما يعني الحفل الافتتاح متاع الجفير في حديثو حتى نهارتو نستدعاوا حتى معنا شكون دي زيتوديون اللي تخرجوا دجا متى بيس ويحكيوا عالكسبرينس اللي كنت معندهم معناه في الجفير ولا حتى في الخدمة متاحهم ولا شنية ينصحوا العبيد اللي أصغر منهم اليوم باش ما يغلطوش فتاة خغلات عملوهم عبيد أخرى كيف كيف حتى في الزيتوديون الأخرين نعملوهم معناها في الجي سي تي بيس نعملوا دي زيتوديون اللي نستدعاوا فيهم مرة أخرى زيدا عبيد اللي كانت في تي بيس وحاتها البرامة تي بيس واليوم زيدا تنصح معناه العبيد اللي أصغر منها وبالحق كنت معنا بالحق في برشة دي زيتوديون عبيد اللي عاونت برشة واستفادوا منهم برشة بخفي كيفاش حذرتو لبنات اللي فينمان هذي كيفاش لقيتو روحكم شنو اللي يزيدكم المشاركة هذي سختان ما يزيد اللي زيتوديون المشاركة بشي قولنا شنو اللي بشير بحو أما أنتوما في التنظيم شنو اللي نجمي زيتكم مرة؟ بحو التنظيم ساعة الحق ما بدايش تاو ما بدايش جمعة التالي ما بدايش شهر التالي هذا إفنمان كبير برشة دونك لازموا برشة خدمة فما إن إكيب اللي بيقية تخدم على الإفنمان هيدا مصيف دونك معني ها وي أن بخوز سيزر طويل فما إكيب كونتاكتينج ليه يتكون تكونتكتي في الشركات فما إكيب تختم على سبونسورينج متاع الإفنمان فما إكيب ماركتينج بيقية تخرج في الخدمة وبيقية تبروموتي في الإفنمان هيدا دونك الإفنمان هيدا ما يتمثلش كان في مرام ولا في دونيا يتمثل في توتل أون إكيب اللي بيقية تخدم بش تواصل الجوفير إنه يكون برسمي أحسن من الإزديسيون اللي فايتوا مبهيوين نجمو يعرفوا وقدايش بش انتظم الإفنمان هيدا الجوفير تباس بش يكون إن شاء الله لكاتر ديسمبر أربعة ديسمبر في المعهد العلي الأعمال في تونس في تونس بزنس سكول دونك إن شاء الله تلقاوا معناها الديتاي حتى متاع الإفنمان هيدا تلقاهم في الباش فيسبوك متاعنا وحتى انستغرام جيسي تباس الموروج اللي إحنا ديجا عملنا الباش إفنمان متاع الإفنمان هيدا وإن شاء الله معناها تلقاوا بشوي بشوي النوفيل تخي تخي بيا يعطيكم الساحة دونيا ريدين رئيس تجسي تباس ومارام حسني قائدة فريق جوبفير تباس يعطيكم الساحة أحضركم بحضنا إن شاء الله بتوفيق لكم في اللي فينمان مرسي بكو لمتابعتكم لينا أنا اليوم كنت نعوض في زميلتي أميرة فخفاخ إن شاء الله باللطف على ولدك يا أميرة ويقوم في ساعة يقوم لباس أميرة تلقاها سيدا معاكم إن شاء الله نهار 3-2 والخميس الجايين بوسكم برشا برشا باي باي موسيقى موسيقى موسيقى